هسي باك تتكلم برضو اللي حصل في المباراة الفنية وتكتكينا على البرد يا إسلام بس هبدأ معاك بمحمد النيني محمد النيني من الأسئلة اللي تساءلت النهاردة من الناس هو محمد النيني مش في مستوى محمد النيني ما بيعملش مباراة كوستان صحيح وانا قلت الكلام ده وقل لي صحة ولا غلط قلت قبل المباراة هناشكو فيها انه صحيح محمد النيني كان عنده بعض الكارات الخطيئة النهاردة بس محمد النيني أنا لو مدير فني قاعد بره أنا مش هشيره من الملعب ده واحد تاني حاجة لازم أحطه في كل المباراة فكرة انه ظاهر طول الوقت طول الوقت هو في المشهد لو الناس اضايقت بعض الشيء من محمد النيني في بعض الكارات النهاردة فعشان ده كنت بتشوف محمد النيني كتير أي مساحة فرغة في الملعب كان موجود أي كرة تانية كان بيحاول يقرب منها طول الوقت عامل مهام كتيرة جدا ما كانيش أنا كان مدربة خرجه نحيح من المدير الفني المنتخب مصر أو حتى في النادي فبالتالي النيني ممكن تاخد النهاردة تاخد بالقاءة ما عملتش كور لقدام عمل ميس باس غلط في الكورة في كورة ما جاء إطاحة مثلا وتقطعت منه ولكن الدور اللي هو بيعمله إيه ناس كتير قوي كانت قول بين الشوتين نيني يطلع وزيزو ينزل حيث نزيزو يقفل قفشة ينزل على فترات الكلام ده أعتقد أن كيروش كانت الأولوية بتاعته أن ثلاثة نص الملعب وليس يتغيره وليس يطلعه علماً أن حمدي فاتحي يلعب عنده إنزار مهدد بالغياب عن المطش الجاي ومحمد النيني كمان في مطش فيه التحامات بدنية وتدخلات عنيفة اللي اتنين الحمد لله حافظوا على سجلهم من الإنزارات لكن محمد النيني كان دوره إيه هو الدور المسندة الكبيرة جداً لعمر جابر عشان يبدأ بعد كده عمر جابر يتحرر هجومياً أول 45 ديئة أعتقد الجابهة الليميم بتاعت منتخب مصر كانت شغالة كويس جداً وفي نفس الوقت كانت دفاعية المتفوقة على الجابهة القوية بتاعت منتخب السنغال وكان كل اللعبينة من هناك واضطر المنتخب السنغال يلعب ناحية اليميم بتاعته معظم فترات الشهر وبوناسار وإسماعيل أسار بدأهم اللي يعملوا الشغل دوت لكن محمد النيني داي اللي هو كان بيلعب هنا ده على طول محمد النيني كان موجود هنا عشان يقفل مع عمر جابر عمر جابر الرجل المتمركز مع رجوع محمد صلاح دايما مروان قال منتخب مصر لما كان بيتلعب الكورة أول ما على طول محمد النيني يرجع ورا هتلاقي عمر جابر طلع لقدام مفيش كورة في الخمسة واربعين ديئة الأولى من الشوت الأول طلع فيها عمر جابر هنا عشان يتحرك مع محمد صلاح غيره انت بتلاقي محمد النيني واقف هنا منتخب مصر حتى هو بيبني اللعب بيبقى فيه أدوار للاتنين التمانيات اللي هما السلية والنيني انتوا فتحوا عرض الملعب السلية لو فتح عرض الملعب كده والنيني فتح عرض الملعب كده اوتوماتيك هتلاقي عمر جابر اتحرك هتلاقي اوتوماتيك أحمد فتوح اتحرك دي الأدوار الطبيعية بتاعتهم لكن الدور الدفاعي مهم قوي عشان يبقى عندي بلوك موجود هنا طول الوقت ما بين عمر وما بين النيني عشان ما يقدروش يعني اندور كروروين بعض وفتوح برضو هناك مع عمر الشراكين قروروين جدا من بعض وكان بيقرب لهم تريزي جي كمال كان بيقرب لهم تريزي جي دايما في 4 3 3 3 او مع كيروش هتلاقي مسلسات تعليمين وعشمات فانت عندك محمد الصلاح عندك محمد النيني عمر جابر الناحية التانية فتوح السلية تريزي جي وده كان شكل منتخب مصر على فكرة في كاس أولم الأفريقية وشكل منتخب مصر في كاس العرب باختلاف عمر كمال عبدالواحد إمام عشور عمر جابر البترن واحد احنا الثلاثة هنلعب بالاسلوب ده محمد النيني قد يكون فقط كور شفنا في اخر خمسة واربعين اخر عشر دقائق والربع ساعة من الشوت التاني محمد النيني كان بيطلق اضغط هنا لوحده على اللي معاك كورة النيني مميز في ايه انا بروح اضغط بقفل زواية تمرير ما بروحش هستخلص مثلا زي حمدي فتحي ولكن انا كمحمد النيني هتقيني بعمل مجهود كبير قوي في الحتة دي بروح اضغط اعطل الكورة ودايما النيني هتلاقي بيشاور لزميله اطلعوا ورايا بيوجه على فكرة موضوع التوجيه ده في الملعب مهم جدا النهاردة خلي بالك يا مصطفى اضغط كده كلان اضغط كده دي نقطة مهمة جدا وده الدور اللي بيعمله على طول محمد النيني في نص ملعب منتخبص لو معانا معدلات جالية هيكون اكتر واحد جريف الملعب على طول عادة بيبقى اكتر واحد جريف الملعب في كل المواشات منتخب مصر